السلام عليكم طلابنا العزاء الله يرطيكم العافية ان شاء الله في هذا الفيديو همخلص درس المتتالية الحسابية اخذنا هذا الدرس تات فيديوهات لكن ان شاء الله في هذا الفيديو الاخير هنتكلم عن اسئلة مهارات تفكير عليا عن المتتالية الحسابية السؤال بحكينا اذا كانت 15 20 اصاد 36 متتالية حسابية جد قيمة كل من سين اصاد هذا الحد الاول للمتتالية هذا الحد الثاني الثالث الرابع حكا لي هذا المتتالية متتالية حسابية بس طلب مني جد قيمة سين اصاد طيب الحد العام للمتتالي الحسابية وقال ما بحكي حاء النون يساوي ألف زائد نون ناقص واحد في دال طيب ألف عندي اللي هو خمسة عشر لو قدرت أحصل دال إذا حصل دال بكون زر أحصل الحد العام للمتتالي للكسابية وبعوض في الحد العام محل نون 2 بطلع الحد الثاني اللي هو قيمة سين وبعوض محل نون 3 بطلع الحد الثالث اللي هو قيمة صاد طيب الفكرة الآن أنا كيف بدي أوجد قيمة الدال اللي هو أساس المتتالية عنا حاء النون يساوي ألف حكينا خمسة عشر زائد نون ناقص واحد في دال أنا الحد الرابع موجود عندي يعني لو عوضت الحد الرابع اللي هو خمسة عشر زائد أربع ناقص واحد في دال أنا عارف قيمته اللي هو ستة وثلاثين وباخذ هذا جزء كمعادلة خطية وبحلها يعني ده تصير خمسة عشر أربع ناقص واحد ده تصير ثلاثة زائد ثلاث دال تساوي ستة وثلاثين ده تخلص من الخمسة عشر بحكي ناقص خمسة عشر ناقص خمسة عشر خمسة عشر ناقص خمسة عشر راحة تضل عندي ثلاثة دال تساوي ستة وثلاثين ناقص خمسة عشر حتكون واحد وعشرين قسم على ثلاث قسم على ثلاث دال حتساوي سبعة هذا قيمة دال اللي هي أساس المتتارية معناته أنا الحد العام للمتتارية أصبح عندي حاء النون يساوي خمسة عشر زائد نون ناقص واحد في دال اللي هي قديش طلعناها سبعة الآن أنا بدأ طلع قيمة صاد عفوا قيمة سين نبلش سين اللي هو الحد الثاني يعني بدي حاء اثنين هذا تصير خمسة عشر زائد اثنين ناقص واحد ضرب سبعة وتساوي خمسة عشر زائد ثنين ناقص واحد واحد ضرب سبعة وسبعة خمسة عشر زائد سبعة خمسة عشر زائد سبعة ستكون اثنين وعشرين وقيمة صاد به الحد الثالث ده تصير خمسة عشر زائد ثلاثة اناقص واحد ضرب سبعة إثنين اثنين سبعة ارباطاث 14 زائد 15 29 هيك طلعنا قيمة 20 وقيمة صد عنا السؤال الثاني هذا نفس فكرة السؤال السابق بتمنى لو انك توقف الفيديو تحلو لحالك بعدين تشيك على الحل لو جينا حلنا طبعا بعد ما تكون حليته لحالك بنحكي للحد العام المتتالية ها النون يساوي الحد الاول اللي هو ثلاثة زائد نون ناقص واحد في دال دال اللي هي مجهورة عندي ده طلع قيمة دال انا الحد الرابع معلوم عندي يعني ها أربعة يساوي ثلاثة زائد أربعة ناقص واحد في دال يساوي تسعة بناخذ هذا الجزء كمعادلة خط طيب ننحلها أربعة ناقص واحد صرنا ثلاثة زائد أربعة ناقص واحد ثلاثة دال يساوي تسعة بدأ أخلص من الثلاثة ناقص ثلاث ناقص ثلاث هدو راحا مع بعض ضلت عندي ثلاثة لام عفن ثلاثة دال ضل عندي ثلاثة دال يساوي ستة قسم على ثلاث قسم على ثلاث دال حتساوي ستة تقسم ثلاثة اثنين هيك طلعت قيمة دال معناته أنا عندي الحد العام للمتتالية أصبح يساوي حاق نون يساوي ثلاثة زائد نون ناقص واحد في اثنين إذن أنا بدي قيمة سين اللي هي بتمثل الحد الثاني حتصير ثلاثة زائد اثنين ناقص واحد في اثنين حتساوي اثنين ناقص واحد هذا عبارة عن واحد واحد في اثنين اثنين ثلاثة زائد خمسة وقيمة صاد حتكون بتمثل الحد الثالث حتساوي ثلاثة زائد 3 ناقص 1 في 2 3 ناقص 1 2 2 في 2 4 4 زائد 3 7 يعني قيمة صاد 7 هيك طلعنا قيمة سين وقيمة صاد نيجي على فكرة ثانية بحكينا في المتتالي الحسابي الآتية في المتتالي الحسابي الآتية جد قيمة سين ثم اكتب المتتالية سالب 5 سين اكمل المتتالية لحد ما اتصل لخمسة وثلاثين الآن انا بدي عرف قيمة سين اذا عرفت قيمة سين بقدر عرف قيمة باقي الحدود للمتتالية طبعا هذه المتتالية منتهية بلشت في الحد الأول ووصلت لهذا الحد ما بعرف قديش عدد الحدود اللي هون طيب انا بهمني اعرف قيمة سين قيمة سين مدام قال لي انها متتالية حسابية معناته الحد هذا ناقص الحد هذا نصح حياطيني قيمة دال سين ناقص سالب 5 هتصل مع بعض زاد طيب طلعت قيمة دال طيب هون نصح هذه كمان لو طرحت ال 35 ناقص سالب 33 زاد 36 حيعطيني برضو دال نحكينا نحكينا اساس المتتالية نطرح الحد بالحد الذي يسبقه 35 ناقص ناقص سالب 30 زاد 36 ندخل السالب جوه هتصير دال انه تساوي 35 ناقص 36 بدأتصير 30 ناقص واحد لانه هون حكينا عشان ندخل التوضيح بدأتصير 35 زاد 30 ناقص 36 30 بتنزل 35 ناقص 36 طيب سالب واحد هذي قيمة دال برضو هذي قيمة دال والقيمتين متساويات طيب مدام دال تساوي دال معناته سين زاد 5 تساوي 30 ناقص واحد الان هذي عندي معادلة بدأ احلها 30 ننقلها على الطرف الثاني بتصير سين ناقص 30 زاد 5 تساوي سالب واحد سين ناقص 30 سالب اثنين سين زاد 5 تساوي سالب واحد بدأ اخلص من الخمسة ناقص خمسة ناقص خمسة سالب اثنين سين ضال عندي تساوي سالب واحد ناقص خمسة سالب ستة ناخلص من السالب اثنين تقسيم سالب اثنين تقسيم سالب اثنين هذا الراحل مع بعض ظل عندي سين تساوي ثلاث هذا قيمة سين أنا عرفت قيمة سين طيب هو حكالي جد حدود المتتارية الحد الأول سالف خمسة الحد الثاني سين له هو ثلاثة طيب بدي أكمل باقي الحدود لازم أعرف قيمة دال طيب قيمة دال يا أما بدي أعوض محلسين في هذه المعادلة أو محلسين في هذه المعادلة حيعطيني الثنتين نفس القيمة لو عوضت هنا دال حد ساوي ثلاثة زائد خمسة حد ساوي ثمانية أو إني أعوض هون دال حد ساوي ثلاثة ضرب ثلاثة ناقص واحد ثلاث ضرب ثلاثة تسعة ناقص واحد ثمانية يعني دال تساوي ثمانية أعطتني نفس القيمة معناته بدي أزيد على الثلاثة هذه ثمانية هتعطينا كم 11 زيد على 11 ثمانية 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 زيد على 15 ثمانية هتعطينا 27 زيد على 27 ثمانية هتعطينا 35 هكا انا وكون اوجدت حدود المتتالي الله اعطيكم العافية شباب وبالتوفيق ان شاء الله هكا نكون انهينا درس المتتاليات الحسابية بجميع افكار